أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة على الإعداد النهائي لتوزيع التجمعات العمرانية اعتبارا من أول إبريل المقبل على أن يكون توزيع المرحلة الأولى في الخامس والعشرين من إبريل المقبل خلال اجتماع عقده بحضور مسؤولي الجهات الأمن المعنية أشار المحافظ إلى ضرورة تجهيز التجمعات التنموية من منازل ومساحات أراضي قدرها خمسة أفدنة لكل منزل كما كلف المحافظ جميع الجهات المعنية بزيارة مناطق التجمعات بالقرى لتعرف عليها والترتيب النهائي لتوزيع المرافق واستكمال الناقص منها حتى يتم استكمالها لتكون جاهزة قبل موعد التوزيع المحدد